السلام عليكم شباب يارب تكون لكم بخير اليوم ناخد اول مثال ما يتعلق بالمحاضرة الثانية المحاضرة الثانية مثال الاول يقول سيارة تدخل على الطريق السريع بس كان اكوفت ترافيق او ازدحام بدت السيارة تتحرك بتعجيل ثابت ودخلت للطريق سريع بدت السيارة من الرست طبعا ومشت على طول الطريق السريع بسرعة عشرين متر عالثانية قطعة هذا الطريق اللي طوله مية وعشرين متر مطلب الاول ما تلقى السرعة ما تلقى السرعة سرعة السيارة كم موقع تتحرك قطعة وقت حتى تقطع المسافة كلها المية وعشرين متر و تتحرك على الطريق تتحرك على طريق 20 متر فخلال هاي المسافة اللي قطعت السيارة السيارات اللي على طريق السريع تقلات مسافة خلال الوقت اللي تتحركت السيارة المطلب الاول انه قطعت التعجيل فقلنا ببداية نفرض انه الموجب اللي على اليميني سيكون هو التجاه تحرك بالسيارة نفرض سواء كانت بال اكس الموجب او الواي الموجب حتى على اساسها نحل ونخل المعطيات مالتنا طبعا السيارة بدت من صفر اذا معناه V.X0 وتحرك بسرعة 20 اذا معناه VX20 وتحرك مسافة 120 اذا معناه المسافة اللي قطعة دلتها X 120 متر فهوش يريد التعجيل فنستخدم التقانون يقول V.X زائد 2AX في X V.X تربيع اللي هو السرعة اللي تحركها 20 V.0 2 AX هو التعجيل والمسافة اللي قطعها 120 نعوض يطلعنا التعجيل اللي السيارة هو 1.67 متر تربيع المطلب الثاني يقول لك ايش قد ووقت اه اخذتها السيارة رحت تقطع هاي المسافة 120 لما يتحرك بـ 20 متر على الثانية نفس الحالة نتجي القانون الثاني اللي هو V.X يساوي V.X زائد AX في T V.X عدنا اللي هو 20 V.0 والAX اللي هو 1.67 اللي هو طلعناه في المطلب الأول التعجيل اللي تحركت بالسيارة والT نعوض يطلعنا Time 22 إذا معناه السيارة قطعت المسافة 120 متر مع الهايوي اللي لما كان يتحرك بـ 20 متر على الثانية قطعتها بـ 12 ثانية المطلب الأخير يقول لك انه بنفس الوقت لما السيارة كانت تتحرك بـ 20 متر وقطعت المسافة 120 لترافيك أو الكارز بـ كان يتحركون بسرعة 20 زيان خلال هاي الفترة أو خلال الـ 12 ثاني اللي قطعت به 120 متر السيارة السيارات بالترافيك أو بالهايوي أو بالفريوي جاءت قطعة ومسافة خلالها نفس الوقت إذا هنا حيكون الحل حيكون الوقت هو نفس الوقت إذا معناه 12 ثانية فيه السرعة كانت تحركون بها الترافيك اللي هو 20 يطلع عنه 240 متر إذا معناه أنه خلال الـ 12 ثانية السيارة قطعت 120 متر بينما الترافيك قطع خلال نفس الوقت 240 متر هذا كان هو حل للسؤال الأول أو المثال الأول المتعلق بالمحاضرة الثانية ترجمة نانسي قنقر